خبر هام جداً خليني أقول لحضراتكم أن أعلنت رابطة الأندية المحترفة لبرؤوسها كابتن أحمد دياب عن آلية عودة الجمهير أمور هامة جداً كلنا منتظرين نحن نشوف ملعبنا المصرية المبريات اللي بقت فيها قوة وندية من جميع الفرق تدعمات كبيرة جداً في المركاتو ولكن أهم شيء دلوقتي أصبح المطلب الرئيسي للجمهور المصري هو عودة الجمهير الأستاذ أحمد دياب رئيس الرابطة أعلن عن آلية عودة الجمهير في الموسم القادم 2021-2022 عن طريق بطاقة المشجع الفان اي دي زي ما شفنا في كاس الأمة الأفريقية 2019 النظام اللي كان معمول بي ويؤديه أنه سهل على الجميع دخول المباريات فبالتالي عملية الفان اي دي أو بطاقة المشجع دي هتكون من أجل التسهيل على المشجعين في حجز التذاكر والتواجد في المدرجات بصورة منظمة زي بالزبط اللي شفنا في بطولتي كاس الأمم الأفريقية للكبار 2019 وبطولة أيضاً أفريقيا تحت 23 سنة بإذن الله عندنا أمور إيجابية كتيرة جداً وفي عاطق كبير جداً على رابطة الأندية المحترفة للدوري المصري في البحث عن أمور جيدة في الدوري العام الممتاز شفنا قصة أن هم بدأوا يده كمان للعبين جوائز إن شاء الله هيتم بعد كده توزيعها كأفضل لاعب أفضل حارس أمور كتيرة بيحاولوا بيها يطوروا بطولة الدوري العام الممتاز خلينا أقول لحضراتكم أيضاً أن أكدت مسؤولة مسؤولة رابطة الأندية المحترفة أن التسجيل من خلال موقع شركة تسكرتي للتسجيل وحضور المباريات إن شاء الله لبطولة الدوري الممتاز أو أي نشاط رياضي داخل مصر 2021-2022 هيكون بعد موافقة الجهات الأمنية على تواجد 2000 مشجع في المباراة الواحدة ده خبر هام جداً وإحنا أكيد بنأمل إن إحنا دايماً نشوف الجمهور المصري متواجد في مدرجاتنا وأكيد بيشجع كل واحد بيشجع التشجيع المحترم اللي إحنا شايفينه في الصورة وفي الآخر ده في صالح كرة القدم المصرية وأكيد في صالح اللاعبين المصريين نطلع لفاصل وبعد الفاصل نواصل حديثنا عن أهم الأخبار الموجودة على الساحة الرياضية ونرجع نكمل مع خضراتكم